تامي رمزت عائلت في دار عائلت تامي في دار وحدة في دار وحدة نرمزت عائلت عائلتين في دار وحدة هو ما تعيش عليه عائلة سيدة جربال وسيدة تامي أين تتقسبني شقا رقم 256 بوسط حي البردع بولي تشلف أين منحت لهما نفس مقرر الاستفادة من هذا السكن ولا صلة قرابة بينهما هي تقول داري وأنا نقول داري ما ليش متفهمين عليها عندنا تسع سنين أنا متقتلين على ذات دار هكا وما دارونا اش حل ما بغاش يجورنا حلعينا نشكو عينا نشكو حقرونا ما نشعرفنا مكاش كيفة بزاف ما لي يجوا يطلوا خويا تحت التاقة يعيط لي بوي تحت التحت في البلوكي يعيطي نلقاه التحت مكاش مكاش كيفة وما مش تقام ما تجي عمدي ما تجيش لا لا مشي هذه والله ما يحال أقع وليس ببعيد عن حي البلدعي وبالتحديد بهذا الحي الفوضوي بالشرفة تغطن أسيدة فتحة تنفير مستفيدة من سكن اجتماعي منذ 2014 لكنها لم تنتقل إليها والسبب أنه منح أيضا لجارتها فهما يمتلكان مقرر استفادة واحدة داروك هي عند سكنتها وحدة وأنا عندي سكنتي وحدة هي برجلها وأنا برجلي وولدتي ويأبو لي داتنا كي يجاوزوا كتا الفوضوي ويردو قالوا أنها برعطوكم سكن قلنا صاي يا ربي بيفرج علينا أيها كي بدووا يقسموا يدووا وكينية قالوا نالله صاي أنتم ما كون ندريكم في سكنة واحدة قلتوا علاك درينا في سكنة واحدة قلنا ما كاش كيفة هنديرو لكم قلتوا هي ما تقرب لي وانا ما نقرب لها هو خويا خويا ما يحشش معايا كيف هي تحشر معايا أيها قالوا ما عندنا كيفة نديرو لكم وما عندها سبع سنين عدخل ثمان سنين وانا ما نجمش نسكن معايا عندي خمسة دريري وراجلي وهي عندها خمسة دريري بزاك عشرة عشرة نفوس فيه دار وحدة هذه العقل ما يتقبلهاش ما نش مسلمين ما تتقبلش هذه شخصينا أنا وحدة من نسمة خويا ما نقبلش يسكن معايا مش يتحيسات جار ما نعرف أجنابي ما نعرفها ما يعرف هذه القضية محل متابعة إن شاء الله راح نبحثه في الأمر وسيحول السيد الولي يعني محظر في الموضوع يعني راح نبحثه في هذا الموضوع ونحول للسيد الولي التقارير لاتخاذ ما يراه مناسب في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يكون الحصول على مقرر الاستفادة من سكن بمثابة تأشير لتوضيع السكن الهش وبداية حياة جديدة هو بمثابة نقمة على عائلات أجبرت على مقاسمة سكن واحد والدخول في دوامة جديدة